مع تواصل الانتهاكات والقتل التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين اقدمت قوات الامن الاسرائيلي بالاعتداء على الوزير الفلسطيني زياد ابو عين حتى اردته قتيلا وفي هذا الاطار توالت ردود الافعال العربية والدولية المنددة والمستنكرة باغتيال الوزير الفلسطيني زياد ابو عين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ادان الاغتيال الغادر لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اثناء مسيرة سلمية واصفا بان ما حدث يعد دليلا على ارهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل دون ادنى مساءلة دولية محملا اياها المسئولية الكاملة للنتائج المترتبة عن هذه الجريمة البشعة من جانبها دانت القاهرة اغتيال ابو عين موربة عن بالغ القلق ازاء الممارسات الاستفزازية والتصعيد الاسرائيلي غير المبرر في الاراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة بسرعة التحقيق في هذه الجريمة النكرة كما ادانت البحرين بشدة مقتل زياد ابو عين رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في اعتداء اسرائيلي اثم اثناء مشاركته في مسيرة سلمية وان ذلك يعد جريمة النكرة واستهانة بحقوق الانسان على صعيد الردود الدولية دعا الامين العام للامم المتحدة بان كيمون الاحتلال الاسرائيلي باجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة الوزير ابو عين داعيا الاطراف كافة الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد كذلك اعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق ازاء مقتل زياد ابو عين اثر تعرضه للضرب على ايد جنود اسرائيليين خلال تظاهرة في قرية بالضفة الغربية المحتلة مطالبة اسرائيل بالتحقيق سريعا في الحادث بدورها المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جينيفر بساكي اعربت ان بلادها قلقة جدا لهذا التطور وتطالب اسرائيل باجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف ودانت فرنسا اعمال العنف التي ادت الى استشهاد ابو عين الذي تعرض للضرب على ايد جنود اسرائيليين وطالبت اسرائيل بكشف ملابسات الحادث